ترجمة نانسي قنقر والربع الثاني من العام 2023 والذي لفت فيه إلى أنه قد تم توظيف أكثر من 14 ألف مواطن خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 71% من الهدف المعلن ضمن خطات التعافي الاقتصادي مؤكدا أن ذلك يعكس استقرار سوق العمل منوها في ذات الوقت بتوليد المزيد من الوظائف في مختلف القطاعات الإنتاجية وبين أحميدان أن عدد المواطنين المستفيدين من برامج التدريب المختلفة بلغ أكثر من 7 ألاف متدرب ما يشكل 72% من الهدف المعلن بتدريب 10 ألاف بحريني سنويا ضمن خطات التعافي الاقتصادي ونوه الوزير أن خلال الفترة ذاتها تم تكثيف الحملات التفتشية لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية ضمن نظام العمالة المسجلة مشيرا إلى استمرار الحملات بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختصة في هذا الصدد وذكر حميدان أن مستويات الأجور شهدت ارتفاعا بنسبة 6.3% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي وخاصة بعد تدشين عدة مبادرات تهدف لزيادة مستوى دعم الأجور وتحسين مستوى أجور الموظفين الجدد في القطاع الخاص ترجمة نانسي قنقر